بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم سب الدهر على الجزء الثالث وحديثنا موجه للصف الثاني التأهيلي تعليمات هامة في البداية يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم جدا أن نختار المكان المناسب للتعلم بعيد عن كل شيء يشغلنا صوات مرتفعة ألعاب جزكترونية كلها تكون بعيدة عني حتى استطيع تركيزتنا الدرس مهم أن يكون الكتاب موجود لدي القلم كذلك حتى استطيع حل الأنشطة ولا أنسى دائما أن أستمر في المتابعة حتى وصول هذا الدرس إلى نهايته اتفقنا يا أبطال؟ قولوا بصوت مرتفع اتفقنا ولنبدأ على بركة الله تأكد الكتاب الذي لديك غداف الكتاب كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثاني التأهيلي الدرس الثامن سب الدهر بإمكاني إذا لم يكن لدي الكتاب عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البر كود وسيتوجه بي مباشرة إلى رابط الدرس الرقم من خلال سمعنا لهذا العنوان سب الدهر ما الذي يتبادر إلى أذهاننا يا أبطال؟ السب هو الشتيمة واللعن ونحو من الكلمات والدهر هو الزمن الذي نعيش فيه الزمن الأوقات التي نعيش فيها الآن في هذه الساعة والساعة التي قبلها وبعدها الأيام السنين هذه الأوقات التي تمر كلها من الزمن فما حكم سب هذا الزمن وسب هذه الأوقات يا أبطال ذكرنا أن سب هذا الدهر وهو الزمن حرام ولا إجوز الهدف العام لدينا أن يتعرف الطالب والطالبة على در سب الدهر الأهداف التدريسية أن يفهم الطالب والطالبة ما معنى الدهر بشكل صحيح أن يبين الطالب والطالبة حكم سب الدهر بشكل صحيح أن يميز الطالب والطالبة ما يدخل في سب الدهر وما لا يدخل فيه بشكل صحيح النشاط الأول لدينا يا أبطال أرسم خط تحت الإجابة الصحيحة من خلال ما تعلمنا يا أبطال الدهر بينا أنه هو الزمن وفي بداية عنواننا وعنوان هذا الدرس ذكرنا أن الدهر هو الزمن فمن خلال هذه المعلومة أريد منك اختيار الإجابة الصحيحة الدهر هو الزمان أو المكان أحسنت الدهر هو الزمان نفتح الكتاب في الصفحة رقم 36 يا أبطال ونبدأ الحل في الصفحة رقم 36 المراد بسب الدهر مدحه والثناء عليه أو شتمه وعيبه ذكرنا وتعلمنا يا أبطال أن نقصد بسب الدهر هو شتمه وعيبه لا عن هذه الأوقات هذا هو المقصود بسب الدهر فمن خلال ما تعلمت سب الدهر هل هو مدحه والثناء عليه أو شتمه وعيبه أحسنتم شتمه وعيبه في صفحة الدرس رقم 36 نقوم بحل هذا النشاط يا أبطال الدهر إذن هو الزمان وكذلك المراد بسب الدهر هو شتمه وعيبه هو شتمه وعيبه نقوم بوضع خط تحت إجابة صحيحة النشاط الثاني لدينا يا أبطال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي يعد قولك هذه أيام باردة سب للدهر إذن عندما أتكلم وأصف حال هذه الأيام أقول هذه أيام باردة هذه أيام حارة هذا يجوز أن أقول هذه الأيام باردة هذه الأيام حارة أنا ما سبيت الدهر هذا وصف لحالة هذا الزمن لم أشتم هذا الدهر كذلك إما أنا لكن أنا أقوم بوصف هذه الأيام فهذا يجوز وليس محرم إذن من خلال ما تعلمت يعد قولك هذه أيام باردة سب للدهر إجابة خاطئة الثاني العبارة الثانية الدهر خلق مسخر و منقاد لأمر الله فليس مستحقا للسب إذن الدهر علمنا أن الدهر هو من الزمن من الأزمان والزمن خلق الله من مخلوقات الله خلق الله سبحانه وتعالى هذا الزمن و ما يجري فيه بأمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتصريفه أما الزمن لا علاقة له بما يحصل فيه إذن من نقصان العقل أن أقوم بسب هذا الزمان أو هذا الدهر إذن من خلال ما تعلمت الدهر خلق مسخر و منقاد لأمر الله فليس مستحقا للسب أحسنتم الإجابة الصحيحة في الأخير حكم أو العبارة الثالثة حكم سب الدهر يجوز سب الدهر هل يجوز سب الدهر؟ خلال ما تعلمنا أن سب الدهر حراب فهذه العبارة تقول حكم سب الدهر يجوز سب الدهر العبارة هنا لدينا بالتأكيد خاطئة من أمثلة سب الدهر قول لعن الله اليوم الذي رأيتك فيه إذن يا أبطال بعض الأشخاص أحيانا يخطئ و يقوم بسب هذه الأيام ربما يشاهد شخص أو يحدث مشكلة بينه و بين أحد أصحابه أو أصدقائه فيسب و يبدأ بقول الله يلعن اليوم لأعرفتك فيه أو الساعة كل هذه مما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وهو من سب الدهر المحرم الذي يجب علينا كذلك أن نتجنبه إذن من خلال ما تعلمت من أمثلة سب الدهر قول لعن الله اليوم الذي رأيتك فيه هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم عبارة صحيحة إذن و لي عظمة هذه الأيام و هذه الأزمنة حتى و هذا الذي نذكر أنه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نتأكد دائما أن الله أقسم بهذا الزمن حتى لعظمته و أنه يجب علي دائما أن أستغل هذا الوقت فيما ينفعني إذا لم أستغله فيما ينفع أو فيما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه يكون خسار عليه فأنا دائما يجب في هذا الزمن أن أستخدمه فيما يرضى الله سبحانه وتعالى و أقضيه فيما يرضى الله سبحانه وتعالى عني ولا يغضبه لنشاهد هذا المقطع و نتعلم كذلك عن أهمية هذا الدار القسم بالزمن في القرآن الكريم مما يدل على عظيم أهمية الزمن القسم به في أكثر من موضع في القرآن الكريم سواء بذاته أو بأجزائه فالزمن آية كبرى من آيات الله و في القسم به وبأجزائه تنبيه مهم على أهميته و عظم نفعه فهو أثمن الكنوز و أنفس ما يملك الإنسان و لا يقدر بثمن فيجب استغلاله و الإفادة من كل أجزائه فرأس مال الإنسان حياته و الزمن الذي يعيش فيه مؤمنا مطيعا لله قال الله تعالى في كتابه العزيز الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فكلما تحرك الزمن اقترب الإنسان من نهايته فقد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه فالإنسان خاسر لا محالة إذا استهلك حياته ووقته دون العمل الصالح الذي يقابل به ربه سبحانه ومن الأزمان التي أقسم بها سبحانه في كتابه العزيز الفجر الصبح الضحى الشفق النهار وكما أن هذه الأقسام بالزمن في القرآن تلفت الأنظار إلى أهمية استغلاله فإنها تلفت الأنظار إليه باعتباره دليلا واضحا وبرهانا قاطعا على وجود الخالق ووحدانيته وعلى بديع حكمته وقدرته سبحانه في هذا الكون إذن إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم آمل منكم أن تقوموا بتذكير من ترونه أمامكم يا أبطال إذا شاهدتم شخص يقوم بسب الأوقات بسب الزمن سب اليوم سب ساعة أن ندله ونبينه على أن هذا الفعل لا يجوز ومحرم إلى هناك نصل إلى نهاية هذا الدرس شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى أطبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر